مصر الخير وضعت انتخابات نقابة المهندسين انتفاضة تشرين على هندسات ثورية تقلق أحزاب السلطة وتعبد الطرق نحو أفول نجم هذه الأحزاب أو على الأقل وصولها منهكة إلى المقاعد الانتخابية والنقابة تنتفض التي خاضت معركتها بالمهندس عارف ياسين دخلت الاقتراع بطاسة موحدة في مقابل انقسام سلطوي ضاعت فيه الطاسة بين مرشح حزبي وآخر ينتحل صفة الاستقلالية لكنه لا يمانع بأصوات الأحزاب ثلاثة وثلاثون مرشحا لمنصب النقيب أكد معظمهم انتماءه إلى الانتخابات المهنية لكن أحزاب السلطة كانت تتنقل في الخفاء والعلن وراء المرشحين فتتلول ألوان الحزبية وتتخذ تموضعها ويتحالف الخصوم في السياسة لصالح هزيمة المهندسين المنطفضين وكل من تحارب سياسيا كان يجري عملية ربط نزاع مرحلية لتمرير المصلحة الوطنجية العليا وفي النتائج التي بدأت بالظهور أن مرشح النقابة تنطفض عارف ياسين قد حاز أصواتا بفارق ثلاثة أضعاف بعد فرز أكثر من نصف الأصوات وهدنة نقابة المهندسين تنتهي سياسيا مع أقفال صناديق الاقتراع لتفتح صناديق الاستشارات النيابية وراء الكواليس قبل إطلاقها رسميا بعد عيد الأضحى إذا ما أفرج عنها رئيس الجمهورية ولم يحتجز مواعيدها كما الاستشارات السابقة وقد بدأت معامل التحليل الشنائي تفرز أسماء مرشحة للمنصب لكن إشارة من البطريارك الراعي اليوم كانت كفيلة بترك تساؤلات في بيت الوسط حيث لا يزال الرئيس سعد الحرير خيارا وترحا على الرغم من الاعتذار ومع ذلك فقد طالب الراعي القوى السياسية كافة بأن تسمي في الاستشارات النيابية شخصية سنية لرئاسة الوزراء تكون على مستوى التحديات الراهنة وتتعاون للإسراع في تأليف الحكومة هذا التعاون متروك إلى قصر بعبدة ومدى استعداده لاستدراك خطورة المرحلة وإزالة الحواجز التي كان وضاعها في وجه المكلف السابق سعد الحرير وبدأت هذه الشروط ترتفع من صوب الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يمانع لكنه لن يدخل حقول تفكيك الألغام وإذا كان الميقاتي يريدها على هندساته فأن اسما آخر من المحفل الترابلسي بدأ يدخل بقوة المرشح الطبيعي وهو فيصل عمر كرامي الذي سبق وتلقى اتصالا من الرئيس المعتذر سعد الحريري ويجمع كرامي تقاطعا محليا ولم يسبق أنواجها غلاقا خليجيا علما أن آخر لقاء بينه وبين سفير السعودي في لبنان وليد البخاري اتسم بالإيجابية والانفتاح ومن الآن حتى موعد فتح صناديق الاستشارات فإن الأسماء سوف تنهال في الملعب الحكومي غير أن اللاعب الأساسي فيها سيكون الرئيس نبيه بري الواقع على خطي وفاق ومصالح في آن بين المقاتي وكرامي وهو كان قد أهداف السابق حقيبة الشباب والرياضة من الحصة الشعية فهل سيلعب بري الترنيب السياسي أم أنه سيحتفظ بأوراق مخفية إلى حين الكشف عن كل مصير اللعبة لا أجوبة واضحة بعد على أن الواضحة فقط كان التغيير القادم من صوب انتخابات نقابية وجامعية سبق وهزمت الأحزاب وطردتها من معقل وجودها المزمن وأحدى هذه النتائج بدأت بالظهور هذا المساء في نقابة المهندسين ومن هناك نبدأ